بدي حكي اليوم عن الأديب الكبير الدكتور عبد السلام العجيلي الله يرحمه طبعاً هو من مواليد الرقة 1918 وتوفيه بال2006 يعني عاش 88 سنة وحياته لعبد السلام فعلاً حياة تستحق أن يحكي عنها وحكي عن حياته كتير في مقابلاته وفي قصصه ويعني تركنا قرص أدبي ثقافي كبير جداً طبعاً أولاً أنا يعني بتربطني على السلام صداقة تعرفت عليه سنة يمكن 1990 عكل حال رح أحكي عنه بالتفصيل خلال هذا الفيديو حسيب قيالي وعبد السلام العجيلي اتنين كانوا يشتهروا بأنه كل واحد منهم بيكتب بعدة أجناس يعني الشعر قصة رواية ومقامات بس عبد السلام أضاف عليها أدب رحلات وفيه كمان عبد السلام عنده إضافة أخرى التنوع يعني اللي هي أنه حكى عن عياته أنه هو عياته في الريف وعيادة عبد السلام العجيلي في الريف فعلاً بيستحق واحد يحكي عنه أو بإسهاب لأنه هو لما نتخرج في الأربعينات طبعاً في أوائل الخمسينات يعني كان عبد السلام كانت الرأى فيه طبيب واحد هو طبيب الدولة طبيب المستوصف ما فيه طبيب خاص أمداً أي واحد من رقب دنزل على الطبيب بيروح حلب مسافة طويلة فعبد السلام سكر هذا الجانب طبعاً بعده صار يكتر بالأطباء مثل ما بتعرفوه وعبد السلام له حكايات كتير ولكن أطرفها على الإطلاق اللي أنا حكالي إياها مرة كنا طبعاً هو إجاع سرائب سنة 1998 وعمل محاضرة كما رح يحكي عنه هلأ بعد شوي من جملة اللي حكى إنه هو عنده زباين كتير فرقة وما كان ياخد جور بسيطة وفيه كتير ناس ما كان ياخد منه يعني إنه واحد جاره واحد من عمه واحد من العشير يمام حسين ياخد يعني المهم إنه فيه العيادة مليانة والناس عم ينتظروا الدور هو جوا عم يعاين مريض فسما جلبه في غرفة المعاينة فتح لأ فيه جابين واحد من صاب طلق ناري فبيقول أنا ما ماني جراح يعني ولكن أنا عندي مبادئ أولية أي طبيب عام بيحسن طالع رصاصة يعني فبلاش يشتغل اتنين اللي جايين معه أصروا إنه يدخلوا يحضروا العملية وما ده عرفه الطبي ما بجوز وسيعني برأة بجوز كل شي يعني لأنه هو بيقول في عبد السلام في أحد لقاءاته أنا بيقول أنا يعني حياتي كلها لا يشبهها لا تشبهها حياة أحد من أدباء العالم لا بسوريا ولا برا سوريا يعني واحد طبيب وعنده هيك جانب راقي يعني بشخصيته عبد السلام وعايش في بيداء يعني صحراء تقريبا وعشائر يعني قبائل لهيك طبيعة المجتمع قبائل العشائر الممى دول اتنين أصروا يدخلوا طبعاً ما تدخلوا ما في عنده يعني مجال بيفهم بيفهم طبيعة البلد هو تفضلوا خير هات لنشوف منصبت بلش وطالع له قال له وعدوا عجنوب وهو وعنا طالع له وشوف أنت الدكتور اللي خاصة أنه مو مختص وعب يشتغل عمل بكل يعني بكل إخلاص أنه بدأ ينقذ المريض يعني منصاب برصاصة هو عب يشتغل وبحاجة لأنه تكون عصاب وهادئة فقال له هاد اللي مقوّس قوّس هو واحد من عشيرتك يعني ابن عمك لا عبد السلام فهو طبعاً ما بدخل بمعارك ولا يعني ما له علاقة يعني قال له يعني شو سعوي أنا ما عمل قال له شو شو تساوي هلأ نحن نحن عب تنقذ لهذا الرجل إذا أنت أنقذته وطاب انتهت القصة يعني فعلاً ولكن نحن موصين أنه إذا هذا نقتل مات سنقتل أحسن واحد ببيت العجيلي أو مو بيهندي بالعشيرة يعني بعشيرتك فالعجيلي كمان قال له أنا شو دخلني تقول له أحسن واحد قال له ما بتعرف مين أحسن واحد فيكون اللي هو أنت فأتخيل أنا الأعصابي كيف أكملت عملية استخراج الرصاصة للرجل بعد ما سمعت هذا الكلام الذي يشجي يعني يطرب بعدين في واحد أثناء الحوار في مركز سراقب سأله سؤال يبدو سازج السؤال وإيشو صار بهذا قال له إيشو صار لو كان هذا الرجل ما بيمزحوا يعني لو هذا الرجل ما عاش يعني بعد ما طلعت له رصاصك ما شفتني هون يعني الشي الظريب في شخصيتها في السلام أنه هو طبيب وما عنده يعني رغبة أنه يكون أديب يعني لم يسع في يوم من الأيام لأنه يكون أديب ولكن هاي الشغلة جرت بعضها يعني حتى إلهو بيتشار بيقول صار جدا ما لهوتوا به رب جدا جره اللعب لأ في حلب كان عبدرس هو بحلب في المدرسة كان يدرسهم أحد المشايخ واحد شيخ من بيت العقات كان شخص الظريف فبدال ما يقل لهم كله عملتوا بخير وأثناء العيد فكتب لهم يعني بطاءات عادت عليكم بصفاء عياده وصرحوا العلا يزهو بكم ما يشاده فعب السلام راح حورا القصيدة عملها عادت عليكم بصفاء عياده وذقونكم تلهو بها الأولاده وكلها من هذا الوقت هذا الوقت في إيد الشيخ زال كل بيت كاتبه الشيخ حتطلب عيدي بعيد المسلمين ونحرهم وبلحم مضان الناضجين في قدرهم عبد السلام من عنده فكلها عملها يعني أخرجها من إطارها الأخلاقي إلى شغلها أنقلة وأفلمة يعني فهذا الشيخ لما شاف من هذا الطالب ما عرفه أصلاً ما حدا يعرف أنه عبد السلام بكتب شعر بكتب شعر حلو موزوم بشكل حلو ومرتب يعني فلو كان شعري شعيراً لسه حسنته الحمير ولكن شعري شعور وهل الحمير يشعره فعبد السلام أكلنا الصواب بس سويت حالي ماني سمعان يعني طبعاً هو نحن كيف تعرفت على عبد السلام أنا مرة كنت في الشام أنا في أصدقاء بيشتغلوا بمجلة الدراسات اشتراكية اللي تابعة لجماعة وصف يصعل أنا ماني منظم معهم ولكن نحن رايحين على القابل العجيلي بتروح معنا أصدقاء حلوين يعني ومرتبين قلت لهم أنا زعر دعب السلام عجيلي بروح بروح حتماً يعني لأنه تعرف على واحد أنت بتقراله وبتحب كتاباته ونحن كنا هاي أنا بكتوب يعني كنت فرحت معهم وتعرفنا عليه هو أخذ فكرة عبد السلام أنه أنا معهم يعني أنه أنا شوعي وضلت هاي الفكرة ملازمته يعني أنا شفته أكتر من مرة لاحقاً ويقال لي أنت من الحزب الشوية قال له لأ أنا سأجيد مع الشباب اللي يقال لي صحيح صحيح أنت جيد مع جماعة كان لقاء طويل ومهم جداً وحكوا وقت عن البروسترويكا وعبد السلام عرجين اللي كان قبل كان فيه بينه وبين الشويعيين يعني هن ما بالدنيا أنه مع تبرينه يعني رسمياً يعني طلع كتب وكذا أنه هو أديب رجعي وبعدين هن نفسهم تخلوا عن هاي التقييمات أنه رجعي وما رجعي ما أديب كويس أو كويس وعبد السلام أديب كويس وعملوا معه اللقاء وهو كان مسرور يعني أنه جرى هذا الصلح غير المباشر يعني أو غير المعلن أنه نحن جايين نعمل معك حمار لما اججأ على سراقين ألقى محاضرة بدون ورقة يعني هو وقت اللي حكى معه مدير المركز زكريا حجالي قال أنت حر نحن لم نحن مشكلة إذا تأتي وتوقف على المنبر وتسلم على الناس وبسلم عليك وبقول لك كيف نحن يكفي فهو قال عجبتني هذه الطريقة لأن أجدادنا الأوائل كانوا ألف أسفر كبيرة من خلال الشيء بالشيء يذكر يعني واحد يقول لك شغلة أنت تأتي بدأ تجاوب عليهم يعني بيطلع مثل لما ابن القارح سأله سؤال للمعاري كتب رسالة لغفران والجاحس كمان كان يعمل رسائل يرد على واحد يطلع معه مثل رسالة التربيع والتدوير فبيطلع معه كثير فعبد السلام قال أنا هيك بحكي على جليتي مثل ما بقول على السجية وحكي أول شي أنه لماذا أنت منصر قال لمدير المركز أنه أنا أجي وأعمل اللقاء شو اللي حب أكفيني فيها المعنى هو كان يصخر الساخر الحقيقي بيبلش يصخر من نفسه قال فيه كان جد لنا جد لنا اسمه الحريري كان يكتب المقامات وكان أديب كبير وكان الناس حب تشوفه لكن المنظره ما كان جميل فمر واحد أحفز أنه يشوف للحريري ولما شاف هون صدم طلع فيه صدم فقال ما أنت أول سار غره خمر ورائد أعجبته خضرة الدمني فاختر لنفسك غيري أنني رجل مثل المعيدي اسمع بي ولا ترني فطبعا عبد السلام هون أقول يعني شو محببكم فيني عبد السلام كان رجل يعني مثل ما بتقول بنشرب العكر يعني من طرقفه أنه هو كان من قصصه من حكاية أنه هو كان أسس ما يسمى عصبة الساخرين في دمشق وكان هو يعني أول كاتب سوري يكتب قصة قصيرة ناضجة فنية مرة سألنا نحن في هذا المقابلة عن الرياضة يقول أنت رائد القصة القصيرة في صغيرك يقول أنه علي خلقي هو رائد القصة القصيرة وغير علي خلقي فيه واحد ثاني قال لهم أنا رائد القصة القصيرة ناضجة فنيا يعني كأديب وكان يكتب أحيانا في اسم السعر قصة الأولانية اللي كتب قبل 48 مشي خمسة سنين ونشرت والمؤلف عين عين نشرت في مجلة الرسالة في مصر ومين هذا عين عين ما حدا عرف مين وكان كتير حالات يعني إلى أن يوم كان مشارك في مسابقة مو حاطط اسمه فأجد لجنة التحكيم سعيد الجزائري قال أنه معقول نحنا نطالع الجائزة لواحد نفوزه وهم ما بنعرفه مين فهو كان عرفانه مين فعبد السلام ما بد يقول هو مين قال أنا بعلن أنه الجائزة الأولى لفلان اللي هو الدكتور عبد السلام العجيلي وأعلنه لأول مرة وقوم شهر بعده فكان يكتب القصة القصيرة بشكل بنوعين القصة القصيرة هو بيقول أنه أنا ليش يعني بمعنى هو إذا بتقوله أنت نجح يقولك سبب نجحي أنه أنا عشت في بيئة مختلفة وملأة بالحكايات والخصص يعني أنت لما بتتخيل عيادة في بلدة هو بيقول بيقول الرقة مساح تأد بلشيكا وما كان في غير طبيب البلدية بعدين اجي عبد السلام فتخيل واحد في بلد أد بلشيكا وما في غير طبيب والخلق كلها جائلة عنده يعني مرة في واحد عجيلي من عائلته يعني اجل عنده معه مرض بالصدفة أنه هذا المرض عبد السلام دارسه بالجامعة بشكل جيد هذا المرض يعني موقف عنده يعني هو خاص هذا المرض وكتير ناس بتوه عنده ما بيعرفوه فعبد السلام عرفوه وهذا دواء هذا المرض ظل بتدواء حقا 60 أرش أقل من ليرة يعني سوريا فكتب له وقال له خذ وهذا ما بيأخذ منه اجراء فهذا راح ما شترى الدواء وقال له الصيد اللي حقه 60 أرش ما شترى وقال فكر على الشكل التالي أنه هذا ابن عم يا بسلام المرض تبعي ما هو يعني ما هو شائع وأنا رحت لعنده وما بيأخوا مني إجراء والرجل يعني ما بدي خجني أم كتب لي هذا وقال له حالهم بيأخذ الدواء أنه هذا مثل بعض يعني لا بيضروا لا بينفعوا وخلاص يعني فقام ركب هذا الرجل وراح الشام سأل عن مختص واحد مختص بهذا المرض أكبر خصائب الشام بهذا المرض وراح جاء عينه أخبنه كشفيه مبلغ كبير طبعا هناك هدول الدكاترا المشاهير وكتب له هذا الدواء اللي حقه 60 أرش فرجع لها باب السلام وطبعا قارن اللعن والله هذا هو الدواء رجل عند عبد السلام قال له والله يا عبد السلام والله أنت فهيم ما نم خيسك غير ها التلفزيون هو طبعا عبد السلام ما بيكتب لها التلفزيون ومرة أخدوا قصة له وعملوا تلفزيون اشتكى عليهم ما بيريد يعني هو كان ما بيحب ها إن شاء ولكن كان مقترم في ذهن الناس في هاي البيئة انه ها اللي بيشتغلوا بيشتغلوا تلفزيون صيرت الدكتور عبد السلام عبد السلام طويلة كتير متشعبة والحقيقة أنا عندي كتير معلومات عنه ولكن ما بدي أطول عليكم بدي اختصر إنه كتب الشعر الليالي والنجوم ديوان شعر بيقول أنا نزار قباني بدين سوا ولكن بيعترف أنا كشاعر ما أنا محلق يعني وعندما تخليت عن الشعر ما اتكتبته أبدا وبينما نزار في مجال الشعر صار نزار وبينما العجيلي في مجال القصة القصيرة صار عبد السلام عجيلي يعني حجة على الذين يهاجمون القصة القصيرة بتقول له توضل أخي هاي عبد السلام عجيلي أرى قصصه وتفرج فعنده القصة المشتقة من البيئة وعنده القصة العلمية عبد السلام كان يكتب قصة علمية يعني فيها بحث علمي ولكن بيصيبه بطريقة خصصية بجيب أحداث وشخصيات طبعا يتكون مرأة معه يعني الأحداث والشخصيات ولكن بيزبط بطريقة مدهشة طبعا كثيرة ولكن أنا بدي أختم بأنه هو كان عنده تترشح للنيابة سنة السبعة واربعين ونجح طبعا صار نائب وصار وزير وبعدين بطل وتندم طبعا هو كمان بثمانة واربعين راحة فلسطين بجماعة الإنقاذ يعني رجل عنده حس إنساني ووطني وقومي ومتميز يعني القصة اللي بدي أحكي هي أنه فيه إله أخ راح يدرس برا برات سوريا عبد السلام هو تعهده تعهده قال له أنا طول ما أنت عدت درس برا خرجتك لليل لأنه العيادة شغالة عيادة عيادة عبد السلام شغالة كتير كانت يعني لأخر حياته يروح العيادة وقلوا فيه زبونات ما بروحوا غير عند عبد السلام عجيلي حتى بعد ما صار فيه مختصين وصار فيه كذا أنا 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 بفهم علي وبفهم علي عبد السلام مو بس طبيب يعني يعني أنه أنه يدخل اللي عنده أبو فلان وأمو فلان ويعني عبد السلام ما في مجال يعني المهم أنه فيه سنة اللي بدي حطوه فيه وزير بعت له رسالة لأخه أنه أنا تحتك بعت لك خرجية طالما العيادة مفتوحة وأنا هلأ صرت وزير وغيره وزير بيعيش إليه راتبه ما في عيادة فراتب الوزير يده بيكفي يعني يكفيه وعيلته فأنت يدبر حالك فأخوه التزم بالقصة أنه يدبر مصادر دخل أخرى لما يكمل بعدين لما خلصت فترة الوزارة رجع كتب له الأخو أبشر أنا بطلت من الوزارة أو تركت الوزارة والعيادة رجعت الله وعيادتي اشتغلت ومجاهز اللي كنا سابقا ببعت لك كالعادة هلأ فيما بعد في واحد بيقول له في يعب السلام أنه أنت العكس لازم يصير أنه مصرت وزير لازم بمعانا أنه شوفوا فلان وشوفوا فلانة وشوف اللي صار وزير واللي صارت وزيرة وبعتوا قرائبين ودرسوهم ومصاري الوزير في شغلة فيها لحظة أصبع يعني مثل ما بيقولوا قال له أنا كل شيخ فيقوله المتعل يعني كل شيخ قلو طريقته أنا أنا يعني أنا ما بمد إيدي يعني لاحد يتعزى في هذا الموضوع فعب السلام عجيلي هو بمثل الحالة فعلا العكسية للشيء اللي صار شائع فيما بعد اشتركوا في القناة